نعرضة قرار قادي المعارضات تجديد حبس أحمد فتوح لمدة 15 يوم على زمة التحقيق في حادث سير على طريق القاهرة الإسكندرية بنتكلم عنها كل يوم تقريباً القوصة بتاعة وفاة أحد الأشخاص بعد مخبطوا فتوح على الطريق السريع بص كل اللي بيجينا أنه الموقف صعب بالنسبة للفتوح بس طبعاً مجلس إدارة نادي الزمالك مش سايب فتوح بيحاول يعمل غرفة عمليات فيها مستشارين قانونيين بيشوفوا الوضع بالنسبة لقصة فتوح في محاولة لترضية أسرة المتوفي بأرقام ضخمة جداً قد تصل ل 15 مليون جنيه فيه أمور كثيرة في هذا الأمر وتاني أنا بحاول دايماً في القصة دي أختصر تماماً هي تحت يد جهات التحقيق وبالتالي إحنا بس بنقول إيه ربنا يفق قربك يعني ربنا يفق قرب أحمد فتوح لو تم إثبات إدانته فخلاص لو طلع براءة نفرح له بس الوضع في الأمور زي كده مش محتاج أصلاً كلام كتير يعني ربنا يرحم المتوفي ويصبر أهله بكل تأكيد ربنا طبعاً يفق قرب أي حد يعني في ديئة زي أحمد فتوح ترجمة نانسي قنقر